ثمان سنوات مرت من عمر الثورة السلمية تعددت فيها المراحل وتغيرت فيها المشاهد وتنوعت فيها الأحداث ثمان سنوات من عمر حلم عظيم لم يجد طريقه إلى الواقع منذ الثورة السلمية حتى الانقلاب والحرب عاشت البلاد تحولات وتغيرات عديدة لم تتوقف عند حدود اللحظات الأولى للثورة وأحداثها وما رافقها من مرحلة انتقالية بل انتقلت لمراحل جديدة من الصراع صراع تحول فيه شعار السلمية الذي كان يرفعه شباب الثورة إلى عنف المسلح فرضته ميليشيا الحوثي في انقلاب غير ملامح الانتقال السياسي وجر البلاد إلى مربع الحرب الأهلية وعلى الرغم من أن الثورة الشبابية سعت جاهدة عبر أدواتها السلمية إلى إيقاف خيارات الحرب وعقدت تحالفات شعبية مدنية آنذاك إلا أن التحالف الذي كونه صالح مع الحوثيين حال دون ذلك وحول البلاد إلى ساحة قتال ممتد أسقطت فيه الدولة وجميع مؤسساتها أصطدمت الثورة السلمية التي أرادت تحقيق تغيير جوهري على الصعيد السياسي والاجتماعي بواقع مرير من صراعات الماضي ليس فقط تلك الصراعات التي أنتجها النظام السابق بل وأيضا صراعات القوى والأحزاب السياسية التي انضمت للثورة لكنها عجزت تماما عن خلق قطيعة مع منظومة وثقافة النظام الذي ثارت عليه لم تتوقف الحرب عند حدود القتال الداخلي بل تحولت البلاد إلى منطقة صراع إقليمي تحظى فيه ميليشيا الحوثي بدعم سياسي وعسكري من إيران بينما تحظى الحكومة الشرعية بدعم عسكري من دولة السعودية وعدد من دول الخليج انهارت الدولة بشكل شبه شامل بعد دخولها خط النزاع الداخلي والإقليمي وجردت السلطة الشرعية من صلاحياتها وارتفعت معدلات الفقر والجوع وانهارت العملة الوطنية وكلها أسباب ظل شباب فبراير يحذرون منها طيلة فترة ثورتهم تعود ثورة فبراير في عامها الثامن لترسم الحلم من جديد وهي ثورة غيرت ملامح تاريخ البلاد وفتحت أفقا للتغيير وحاولت جاهدة تجاوز إرث الصراعات الماضية ترجمة نانسي قنقر